موسيقى السلام عليكم اليوم سوف نقوم بصفة الفقرة الدم العشبة اسمتها الفوة سوف نقوم بصفة الفوة هذه العشبة هي لونها أحمر سبحان الله نمريكم هنا طريقة تنقيتها وكيف تغسلتها طريقة الغسل ديالة باش نغسلها من الطراب ديالة نحيض منها الطراب و باش نستخدموها يمكن لكم تحملها في فران انا مكن نحملها في فران نحطها فقط في الشمس في الشمس باش تحيض منها باش تحيض منها الرطوبة وتنشف مزيان وراها دغيكة تنشف حطوها في الشمس الشمس نهير واحد شميشة نهير الاخر انا حطيتها في الباركة طريقة ديالة طحن ديالة من الاحسن انكم تعطوها هاداك اللي شريتوها عندو وتغسلوها وتنقوها وتقعدوها وترجوها ليطحنها ليكم من الاحسن و احسن حاجة ولا تاخدو شي ماكينة ديالة طحن ديالة شي انا ماكينتي هنا فضل لحظة على عين تخسر صابي وحد اللحظة صابي قد هنودعها حيث اشترا وحد شوية واجت وليلي ما عندي مندير ما كينش فاش نتحنها وده بل حجر صحي وما كينش عند مندديها وبلاصة منخدينها اخدينها بعيدة فما انقدرش رجع عندو هنا يا البنت هنا يا غسلتها هنا يا اسميتو غسلتها طحنتها عفوا طحنتها هنا يا طحنتها كنتحنها وكن نوريكم في طريقة ديالة تغربية ديالة سهلة مهيلة يعني ارى ما فاش شي خدمة بالزف كما كتشوفو غي هي الخدمة فيها انو خاصة مكينة بخفص يعني شي حاجة كتطحن سكنجبير وطحن ذاك الخارقهم من البلدي وطحن القهوة شي حاجة كتطحن شي حاجة قاسحة لانو هادي عواذة قاسحة بالزف وماقدرش نكمل صراحة قدرتها وحد الكمية قليلة كما كتشوفو كيكون لونها كدير انا هنقربها لكم الكاميرا وعرتو كيكون لونها كيكون حمر حاولو انكم تقلبوا لها جديدة انا المرة اللولة اللي اخديناها في اللول اخديناها قديمة شوية ما بقتش حمراء راها تشوفها في الوصفة اما في هادي الاخرة اللي الله تحنت راها حمراء 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 بززاف وكمش نكديرها كتعطي اللون ديالة انو حمر وهد دشتيج ديالة خبيته باش نعود ان شاء الله نعود نطحنه من تسالي ديك الكمية وبقعد ديكمية اخرى اللي غسلت اطحنت من اغي شوية الوصفة الاولى اللي هاي قدامكم فهي غير الكفتة عادية انا اخديت اوحد الكمية لاني اول مرة هدي انا اجرب عليهم بحقه حيث استخدمتها في ضانون ما بغوش لي ضانون حيث كيستبنوها وكيحثوا بها حرشة ما بغوهاش نهائيا فستعملتها في هنه وما قدروش يسفوها لانهم دراري صغار ما كيقدروش فهندرت اوحد الكمية لا بأسة بها بما انو هي واحد شوية لدراري مادرش بزاف يمكن هناش عشر الدرام ما وصلهاش وقيلة ما هيعيقوش بها نهائيا ما هيعيقوش ليه في الخبز ما هيعيقوش بها في نهائي مش كيعيقو موهم هناك ما كتشوفوا فهنايا هنايا ثاني هن نكملو العطرية سميتوها العطرية كاملة اللي بنت لكم كملوها انا ما درش ما حددش في العطرية لانو عادي سمحولي 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 اني ما مولفاش نمون طيرا اني كن كنشوف الفيديو وكنحط الصوت وكنتبليش حاجة وكنتنقها تفيع تاني معالينا هناك كدرت العطرية كما قلت لكم ومن بعد شديتها ودرتها في الطاوة كما كتشوفوا في الصورة فقط احنا تخلطوا ذاك شي فاعادي اه واحد الحاجة مادرتش البيضر حاجة تبنينا وابقى فيهم الحال قالوا لي اش درتي لنا كمية قليلة وعاودت لهم شوي اخر ما صورناهش وكما كتشوفوا هنا خلطنا كل شي اه هاني درت هذا بفا هادك قوعتات ديولها قوعتات ودخلتها الفران وش نقليها اه صافي قلتها كاك احسن وجيتهم احسن بحقك الفران جيت حسن حسن بزعب الوصفة التانية هي املو املو ديال لعم اش يقولي املو ديال لوس يمكن لكم تدروا كاوكو يمكن لكم تدروا لوس اي فوكي جافة عندكم املو اللي كنشروه احناي بحل كتشري من اقادير كتشري من البلايس ديولو فبحال وجه حسن منو الصراحة فالبنة جه حسن منو وما كيعاقوش تنيرا في هادك الوصفة ديال الفوة مفيش نهائيون وش كحسب الفوة وهي علاج زوين 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 الفقر الدم وما هتندموش على نهائيا وقرأوا عليها البنة قبل ما تديروها قبل ما تديروها كنصحكم انكم تقرأوا على الوصفة بش مت بش مت تحسوش براسكم انكم تغشيت وليش حاجة المهم الوصفة شنو فيها الوصفة ديال اعملو شنو فيها فيها اللوز وطبيعة الحل مكويننا السري هو الفوة فانا كترتها كترت الفوة زيت الرومية وزيت العود انا زيت الرومية اللي كن استعمل ما عندكش ويلر استعملي زيت العود انا ما كنحملش زيت فلذلك كنخلطوهم بجوج من الاحسن انكم تخلطوهم بجوج وكيجون كاتهم زوينة كتش بحل بحل بانك هات ارغان كتش فيهم هاد البنة زوينة المهم كاللوز شديتو حمرتو مزيان في المقلع هانتو مركبه لكم حمر حرقتو قولي هنا راني حرقتو وروم حمرتو ش مزيان حرقتو مهم حمروه شوي حمروه متحربوه شتو مية انا غي غلط في ذيك اللحظة ودرشو من بعد كنطحنوه مزيان كنغربوه مزيان كل مكان الغربة العيني يرقاق كل مكان زوين كتغربوه مزيان 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 كتبقوه تطحنو بشوية كتغربوه تطحنو بشوية تكتساعلو الكمية اللي عندكم من بعد كتديروها في هذيك هذيك ديلك القطعة ديالرباع عرفتو تلك اللي كان قطعو فيها بالربيع المهم ما عرفتها شريك ديال دوليك تخدمو بها بالربيع اللي ما عندوش يمكن يدير في الموناليكس عادية انا ما عنديش سقر قلاسي فتحنت فتحنت ساندة ومدجوش تكبوه كم مدرته انا هنا راني حبست حي التالش باش مدينيش الحلاوه مجادة لان هذيك الكميارة مدرتها شكامل رادر تغييش ويوجدت حلوه وجدت في القياس المهم كبينا بشوية بشوية زيت بشوية بشوية تدريجيا حتى تكمل الكمية هاد القطعة ما عرفتش بالضبط سميتها مهم انا هنعود معاكم المقادر كين اللوز استخدمت رابع دياللوز كاز صغير ديال كاز ديالزيت العود وكاز صغير ديال كاز مخلط ما بين زيت العود وزيت الرومية زيت الرومية وويلور وكنحتاجه المكونا السري هو الفوة اللي هي زوينة الفقر الدم ثالث الاخر حاجة هي السكر سانيدة انا ما عنديش سكر غلاسي فاخديت سكر سانيدة وطحنته في المونانيكس وستخدمته يعني تقدروا تستعملوا العسل تقدروا تستعملوا العسل الحرة حسن فهيكون صحي بزيف ما علينا كل واحد وشنو كيستخدم انا اللي عندي خدمت بهذا بفضل اللحظة كنقاوب شوية بشوية كنخلطوا ذيك الكمية اللي عندنا بزيت العودة حتى هذه الماكينة كتخلطها مزيان ما كيحتلش ذاك شي التحت كتبقوا تخدموا واحدة 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 احتى كتكملوا الكمية اللي عندكم كميش تراني وريدكم الطريقة ديال الطحين دياله والحمد لله كميلو الله يلا ذيك النهار صايبتو ما كنش اسبوه رصافي سالة دابا خصني صايبتاني كمية اخرى ومك يعيقوش نهائيا ربي فيه اامل ما فيه الفوة مك يعيقوش نهائيا النورة فيه الفوة وكننصحكم انكم نجرب هذا لانه مجل 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 هذا مجل فقر الدم يعني انا وريدكم فقط مش شوية دياله واصفة فترة مش شو وصفاتها دورا كل شي كديرهم اغلب الناس كتستعملهم نديرهم حتى التوماية الوليداتكم المكوين السري اللي نحنا هو الفوة هذا الفوة لانها صحية بزاف بزاف لانها كتستعمل كتستعمل الفقر الدم مزيان لا هي ولا الباربة يعني ممكن تخدموه بالباربة وتخدموه بالفوة وبالفوة احسن انو انو بحال اولادي مكيبوش ليا هذيك الباربة لان مكتعجبو مش نكه دياله مكتعجبو مش لونه فهذه الطريقة احسن بكتير 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 فهنا كمنا كمنا اعملو كما كيباليكم را اطلع اعملو ديال الفري الفري مصيف فضار وزوين وجه زوين وستعملوا توفا نسلص يسعملوا الوصفة اللي ل orb ديال uhh ااااااااااااة احسن اكتiad بخير احسن عادية هدكه كي مش كنقولي ااااااااااااااا كان ديال وال معسس كنقولي لياه حنا يا جا didi جا را أطف الشكل في صور وكم warnedكم بنا ما ما بدل في التشي حاجة المصفة الأخرى عادية جداً هي المخمار أنا صايفة المخمار أو خبز يلد ضرب أي خبز بيت ديري ديري في الفو أنا رديمة كن ديرها رسالة لي وعود طحنتها ديك الطحنة اللي وريتكم في الأول هي الثاني اللي صابت وكن ديرها ديما في المخمار فدرت دقيق العادي ودقيق القمح الكامل والخميرة والمليحة وشوية دي الفو ضروري منها ضروري ولد ضروري ومؤكدة وكما كتشوفوا الشكل نهائي دياله ودعا بك نقول لكم شكراً وإلى اللقاء انطلقوا في فيديو آخر إن شاء الله وما تنسوش أنكم تشاركوا في القناة وما تنسوش أنكم تحطوا لي التعليق وإلى اللقاء أحبكم في الله الذي لا تضيعوا ودائعوا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر